اشتركوا في القناة من الممثل من دمج مع الشخصية كلما انا على الجمهور وانجح العمل التمثيلي اكتر اكيد بالعالم العربي في كتار ممثلين موهوبين واكفوئين ومن بينهم الممثل باسم ياخور باسم ياخور شارك باهم المسلسلات نذكر منها ضايعة ضايعة الخربة للاخوة الحرملك ببساطة وبقعة ضوء باسم ياخور خاص موقع الفن بمداخل هتفيض من حلقة اليوم اللي بتحكي عن خروج الممثل من شخصيته نظرية الخلط بين الشخصية الحقيقية والتمثيلية اختلاف حياة الممثل عن شخصيته بالعمل التمثيلي الحقيقة من بدهيات التمثيل والفباء التمثيل وهذا جزء من دراسة مهنة التمثيل هو كيف يفصل الممثل ما بين شخصيته الحقيقية وحياته وما بين الشخصية اللي بيؤديها يعني ما ممكن اكيد اذا ادى شخصية قاتل او مجرم يتقمص الشخصية الى درجة انه يتحول فعلا بالحياة لنزعة جرام او نزعة شر تصل الى حد ارتكابه مثلا جريمة الممثل العالمي جيم كاري اوقات كان يصير عنده اندماج بين شخصيته الحقيقية والشخصية التمثيلية شو كان رأي باسم ياخور بخلط الممثل بينهم وهل هي حالة استثنائية هلأ في ممثلين احيانا يقال بان الممثلين كبار ضلت الشخصية احيانا ملازمتن او ضلت مأثرة عليهم لفترة طويلة انا ما بشوف هذا الشي صحيح ولا بشوف هذا الشي منطقي موضوعي هذا في مشكلة الممثل من ضمن دراسته اداءه ميرانه مهنته هو الفصل يعني التمثيل هو حالة لعب ايضا يعني نحنا ولو انه نحنا منشتغل التمثيل كما هنا فيه جد وفيه تفاصيل جادة لكن هو حالة من اللعب حتى بال بالأدوار الحزينة فيه متعة انك انت يعني تتقمص الحالة انك تفوت فيها لكن مباشرة بعد ما تخلص بدك ترجع لطبيعتك يعني اكيد يعني انا ما بشوف فعلا الوصول لدرجة التماهي مع الشخصية والاندماج فيها هذا يعني يرافقوا حالة ما نفسية شخصية مرتبطة بالشخص نفسه وليس بالمفهوم العام لمهنة التمثيل يعني فيه اشخاص ربما يكون عندهم حالة ما نفسية تخليهم ينقادوا للشيء اللي يعني يقدوه لكن طبعا هذا الشيء بيكون جزئي ما بيكون كامل ما بيكون عام يعني بيكون فيه بعض الاشارات اللي بتضل عندهم بعض الحركات ممكن تضل عندهم الايماءات البسيطة اذا اخر هي وبيضل بقى الاحتراف هو المسألة اللي بتقدر تخلي الممثل يفصل تماما ما هو يعني اداء ولعب وسلطنة خلينا نقول تمثيل عن ما هو واقع في حياته الشخصية بعض الجمهور بيظن ان الممثل الكوميدي حياته كلها ضحك وهالأمر اكيد منه صحيح باسم يخور اضطرق بحديثه عن الشبه او النائد لشخصية الممثل التمثلية وحياته بالوقع في كثير من الممثلين ايضا اللي بيعملوا ادوار كوميدية يعني مضحكة جدا كانت حياتهم هي النقيد تماما وكانت هي قمة المأساة احيانا حياتهم يعني انا بشوف النقيد الحالة يعني يعني في كثير من الامثلة عن ممثلين كوميديين كانت حياتهم فعلا مثلا بائسة والعكس صحيح في كثير ممثلين اشتغلوا ادوار تراجدية مؤلمة احيانا كانوا هن في الحياة الواقعية يعني اصحاب طرفة وكوميديين بطريقة فضيعة فهذا منظوري انا للحالة وانا هيك بشوفها ختاما بتمنى تكون الحلقة نالت اعجابكن انطورونا الاسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج حديث خلف الكواليس ولتابعوا كل الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفان.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب لا يوصلكم كل جديد